معاناة العراقين لا تقف عند المناطق التي شهدت عمليات عسكرية بل تمتد لتشمل محافظات وسط وجنوب العراق فالإهمال والفساد الحكومي لا يفرق بين شمال وجنوب منطقة الوافدين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط مثال على الإهمال المتعمد من قبل حكومات لا تهتم إلا بتحقيق مصالح الفاسدين من الطبقة الحاكمة فالمنطقة تعاني من عدام شبه كامل للخدمات الأساسية فلا مياه صالحة للشرب ولا كهرباء متوفرة لخدمة الناس ناهيك عن شوارعها البدائية غير مرصوفة الأمراض والديدان ما شايفيها طول عمرنا ما شايفيني شي ديدان ديدان نهائيا ماكوه هاي الأفاعي يومية نكتلون أربع حياة خمسة دايكتوها بالمنطقة وريد ملعتهم زيارة من دكتورة سنديس من مدير الصحة يجينا يلتفت لنا هنا وشي ثاني يجون على الإسالة مالية ما يشوفوها غياب الصرف الصحي وانتشار المستنقعات أسهم في انتشار الحشرات والزواح في الضر كالحياة والعقارب وغيرها وكذلك تفشي الأمراض بين الأهالي بينما السياسيون مشغولون عن مواطنيهم بالإعداد للانتخابات والسعي نحو كراسي السلطة لا حال ولا محال كافي لك العباس بفاضول مليني بزعني يوم ويا واحد جايني تعال انتخبوني وطيكم فلان شي وطيكم فلان شي مو كافة عيب مو عرفناكم زيين بيينت حقيقتكم يعني وقت الانتخابات قمتوا سياراتكم بتفترون كل ساعة بهاي السيارات ماذا شلي ما شلي الإهمال الحكومي وانعدام الخدمات في منطقة الوافدين يعد في نظر مراقبين مثالا لنتائج سياسات حكومية أفقلت العراقيين ووضعت العراق على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم سياسات تستوجب محاسبة لهؤلاء لا إعادة انتخابهم